السلام عليكم حبيبتي أهلا وسهلا بكم اليوم في قناتكم وصفات لكم إن شاء الله اليوم جئتكم بوصفة ستكون إن شاء الله وصفة خطيرة ورائعة جدا ألا وهي وصفة لتكتيف الحواجب وأيضا تطويل الرموش وتكتيفها سنحتاج فيها إلى مكونات طبيعية دائما كما عاودتكم لكن هذه المكونات قوية جدا كما ترون لدينا هنا البصل الأحمر بطبيعة الحال كما لدينا أيضا حتى الثوم وضروري أن يكون حبيبتي الثوم أحمر لماذا؟ لأنه يكون غني جدا بنسبة عالية من الكبريت والسلنيوم والمعادن وأيضا الفيتامينات التي تفيد لنمو الشعر بالنسبة إلى البصل وكذلك الثوم بالتحديد يحتوي على كمية وفيرة وعالية من الكبريت تحفز الدورة الدموية تحت الجلد على إنتاج مادة الكولاجين التي تساعد على تقوية بصيلات الشعر تابعوا معي طريقة تحضير هذه الوصفة سنستخدم بصلة يعني صغيرة الحجم كافية جدا لتحضير هذه الوصفة إذا سوف نمر إلى الطريقة الأولى سأحتاج أنا هنا فقط إلى نصف حبة من البصل يعني إذا أردتم عمل هذه الوصفة للشعر وكذلك الحواجب والرموش يمكنكم أن تقوموا بعمل كمية كبيرة أنا فقط أود استخدام هذه الوصفة لتكتيف الحواجب وأيضا الرموش بطبيعة الحال تأخذون مبشرة مبشرة رقيقة الجهة الناعمة وتبدأون ببشري البصل بهذا الشكل هكذا نستمر كما ترون بعد أن قمنا ببشري البصل حصلنا على مبشور رطب وناعم كما أننا حصلنا حتى على عصير البصل هذه الكيمية كما ترون كافية جدا جدا يعني لمن تود استخدامها فقط إلى الرموش والحواجب بعد أن قمت هنا ببشر البصل سوف أحتاج أيضا إلى بشر الثوم سأحتاج تقريبا إلى ثلاث فصوص من مبشور الثوم كما ترون بعد أن قمت بتقشير الثوم سأحتاج إليه مبشور لذلك سوف أقوم ببشره في الجهة الناعمة دائما قموا ببشر الثوم حتى نتحصر على ماء أو عصير الثوم بهذا الشكل الثوم كذلك حبيبتي غني غني جدا بعدة فوائد يعمل على تكتيف وتطويل الرموش كما قلت في أول الفيديو بالنسبة لهذه الوصفة يمكنكم أن تقوموا بتحضر كيمية كبيرة إذا أردتم استخدامها يعني إلى الشعر لتطويل وتكتيف الشعر وعلاج كذلك التساقط هكذا نستمر إلى غاية ما نقوم ببشر كل الثوم كما ترون حصلنا على مبشور البصل وكذلك الثوم بالنسبة إلى الطريقة سنأخذ هنا كسرولة أو وعاء يضع على النار ثم سنأخذ مبشور كل من الثوم وأيضا البصل وسنضعه بهذا الشكل لاحظوا بعد أن وضعت مبشور التوم وكذلك البصل سأضيف له مكون آخر يمكنكم إضافة زيت جوز الهند يمكنكم أيضا إضافة زيت اللوز الحلو كما يمكنكم حتى إضافة زيت الخروع أنا سأضيف هنا زيت اللوز الحلو تقريبا سأضيف ما يعادل ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو أضيفه حتى زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو زيت الخروع بعد أن وضعت زيت اللوز الحلو سأقوم بخلط ودمج العناصر بعد ذلك سوف أضع المكونات على نار هادئة بطبيعة الحال مع التحريك حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض بعد ذلك سوف أقوم بإزالتها لاحظوا بعد أن وضعت المكونات ضروري أن تقوموا بالتحريك باستخدام ملعقة تقوم خشبية حتى لا تحترق المكونات استمروا هكذا إلى غاية ما يتغير لون الزيت هكذا نستمر بالتحريك كما ترون بعد أن وضعت المكونات على نار هادئة لاحظوا كيف قد تغير لون المكونات وأيضاً لون زيت اللوز الآن سوف نأخذ إناء مناسب وبطبيعة الحال مصفات لكي نقوم بتصفية المكونات ونستخلص فقط زيت البصل وكذلك زيت التوم بهذا الشكل الوصفة بسيطة جداً يعني بالنسبة لكم إذا أردتم تحضير كمية كبيرة يمكنكم أن تقوموا بتحضيرها واستخدامها لتطويل وتكتيف الشعر بشكل عام هكذا نقوم بالتخط جيداً حتى نستفيد من كل مزايا التوم وكذلك البصل ها نحن كما ترون حصلنا على زيت التوم وكذلك زيت البصل استخلصنا ثوائد المكونات بشكل رائع بنسبة هنا إلى رائحة الوصفة أو رائحة هذه الزيت يمكنكم أن تقوموا بإزالة رائحة البصل وكذلك رائحة التوم باستخدامكم مكون رائع سنحتاج إلى القرنفل أو ما يعرف بالمصمار القرنفل حبيباتي مكون يستخدم منذ القدم لعلاج التساقط تساقط الشعر لتكتيف الحواجب بالنسبة إلى القرنفل سوف يعطيكم نتائج رائعة ولكن بالنسبة إلى الطريقة تأخذون حبيبات القرنفل بالتحديد تقومون بتحميصها قموا بتحميص أعواد القرنفل في مقلات ثم تقومون بطحنها أنا لدي القرنفل بعد أن قمت بتحميصه وطحنه بطبيعة الحال لدي هنا جاهز كما ترون بالنسبة إلى الطريقة بعد أن استخلصنا الزيوت زيت كل من الثوم وأيضا البصل سنأخذ عبوة تكون زجاجية محكمة الإغلاق بهذا الشكل ثم سوف نضع فيها هذه الزيت بهذا الشكل أنا سأضيف هنا ما يعادل مقدار ملعقتين صغيرتين من مطحون القرنفل المحمص بعد أن تقوموا بطبيعة الحال بتحميصه ونقوم بالتحريك جيدا هكذا حتى تندمج أو يندمج مطحون القرنفل مع هذه الزيت جيدا بالنسبة هنا للرائحة فهي تختفي بشكل يعني نهائي لمن لا تحب سواء يعني رائحة البصل أو الثوم فهي تختفي بعد أن قمنا بدمج مطحون القرنفل أنا سوف أضيف هنا أعواد بهذا الشكل من القرنفل بهذا الشكل ثم سوف نقوم بترك هذه الوصفة في مكان مظلم تقريبا مدة أسبوع بالكامل واتركوها مدة أسبوع بالكامل في مكان مظلم ثم بعد مرور أسبوع بالكامل تقومون بأخذ هذه الزيت بطبيعة الحال يمكنكم وضعها في قارورة ماسكرا إذا كانت لديكم فارغة فقط قوموا بتنظيفها جيدا واملأوها بعد ذلك تقومون باستخدامها سواء لتطويل الرموش وتكتيفها وحتى أيضا لتكتيف الحواجب بالنسبة إلى طريقة استخدامها تأخذون هذه الزيت بهذا الشكل تأتون إلى منطقة يعني الحواجب وتبدأون بالتدليق جيدا هكذا نقوم بتدليق تلك المنطقة الرموش جيدا حتى تتغلغل هذه الزيت وكذلك نعمل على تنشيط الدورة الدموية سوف تعطيكم كونوا متأكدين نتائج سوف تبهركم أيضا بالنسبة للرموش يمكنكم تطبيقها على رموشكم أنا قمت هنا بتحضير كيميا يعني بسيطة يعني سوف أحتاجها للرموش وكذلك الحواجب أنتم إذا أردتم استخدام أو صناع كمية كبيرة لكامل الشعر لتطوير الشعر وتكتيفه يمكنكم أن تداوموا بشكل يومي على هذه الوصفة إن شاء الله سوف تحصلون على نتائج رائعة كما رأيتم استخدمت كل المكونات طبيعية يعني مكونات من مطبخكم إذن حبيبتي كما رأيتم وصفة اليوم فعالة جدا يمكنكم الاستفادة منها وأيضا شاركوها مع الأصدقاء والمعارف حتى تعم الفائدة إذن حبيبتي إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك ومشاركة الوصفة نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر حبيبتي ودمتم دائما في أمان الله